في غضون ذلك شدد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على ضرورة أن تتحمل القوى الكبرى مسؤوليتها في منع الاعتداءات ووقف الحروب ذات الأبعاد الخطيرة التي تشهدها المنطقة السوداني وخلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر عرب عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبي رئيسة المفاوضية الأوروبية جوزيف بوريل إزاء ما تشهده المنطقة من حروب ومحاولات لتوسعة الصراع في الشرق الأوسط وقبل ذلك قرر رئيس الوزراء إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة مطلع شهر 21 القادم إلى وقت لاحق نتيجة تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية